وإذا ممكن تسلسلنا النقاط بس حتى يعني يدركها المشاهد أوكي اتكلمنا عن الكتاب المقدس إنه لو الله أرسل كلمته لازم يرسلها في كتاب ليس له مثيل واتكلمنا عن هذا الكتاب اللي بين أيدينا إنه كتاب مترابط بالرغم من أمور كتيرة كانت تجعله غير مترابط لكنه حديث لشخص واحد هو شخص الله الأمر الثاني اللي تكلمنا عنه إنه هذا الكتاب ليس له مثيل في توزيعه في العالم كله علشان هو ده الشفاء للنفس لأنه كلمة الله التي ترجع النفس إلى خالقها اتكلمنا عن ترجمات الكتاب المقدس التي ترجم في العالم إلى ترجمات عديدة لأنه يحتاج إلي كل جنس وكل لغة وكل كالتشر وكل شعب وكل لسان ويحتاج إلي المشاهد العديد أتكلمنا عن ترجمات الكتاب المقدس التي لا يوجد لها مثيل تكلمنا عن تعليم الكتاب المقدس وأنه الكتاب المقدس صحيح تاريخيا وصحيح جغرافيا طبعا ويقدم تعليم شخصية وأيضا بالنسبة للنبوات التي هي السمة المميزة لكلام الله النبوات العدد المهولة من النبوات عزيزي مشاهد إذا كان كتابك مفيش فيه نبوات على فكرة حط علامة استفهام كبيرة عليه أنا أنا بنصحك لأنه الله عندما يتكلم يتكلم عن مستقبليات الأمر اللي بعد كنت تكلمنا عن هذا الكتاب الذي يحورب كثيرا لكنه مازال موجود لأنه يبقى صحيح باقي وثابت لأن الله يبقى وهذا الكتاب بيعلن الله فيه أن كلمته لا تزول لكن الأمر الآخر اللي تكلمنا عنه هو تأثير هذا الكتاب المقدس في النفس البشرية الذي يرجع النفس إلى الطبيعة الجديدة التي أراد الله أن يكون عليها النفس من الحب والصفاء والاتصال بالله هذا الكتاب له تأثير في حياة كل البشر لكن آخر حاجة هي وجود المخطوطات ووجود المخطوطات التي لا يوجد كتاب آخر له مخطوطات بهذا العدد تثبت وتعلن أن هذا الكتاب صحيح